موسيقى بالرغم من وجود عدد كبير من أقاربه بقاتلون كشبيحة مع النظام أنا من أخي المردل سببتلي كتير متاعب ومحمود كان بالصورة يعني حين لما تفوضنا معهم من ست شهر أنه سلموا أسلحتكم ونضموا للثورة واللي في رأبته دم يا أخي بس ثورة بس تنتصر هي بتحاسب العالم كلها أيوان فرفضوا أنه مبسوطين أنه مع رامي مخلوف وعصابته والشلة كان عبي بدهم بالمال وبسلاحه وبشتروا العالم وبشتروا المرتزقة بعدين أنا أعطيك فكرة يعني المردل مو كلهم شبيحة فيه الطبقة المثقفة فيه الطبقة الفهماني هاي كلها تركت البلد وهربت عبارة المردلين يعني بشتغلوا مع النظام عبارة عن تجار مخدرات يعني أسوأ ما تتصور يعني الصفات السيئة موجودة به الأشخاص ونحن برئين منهم المقاتلون الأكراد بمختلف تنظيماتهم العسكرية وقفوا جميعا صفا واحدا مع الثوار وصدوا قوات النظام في حي الشيخ مقصود نحن أولي بالشيخ مقصود نحن أولي نحمي منطقة الشمال كان في إلنا حواجز وعم نحميها الشعب لا ضربنا طلقة للدولة لا للجيش الحر نحمي صلنا سنة سنة ونص عم نحميها المنطقة بالفترة الأخيرة يعني اضطرينا نحمي السلاح نحمي السلاح لأنه كل يوم يوم بيجي 30 أربعين قذيفة للمنطقة كل قذيفة فيه عشر أرواح فيه خمسة عشر أرواح يعني اضطرينا نشيل السلاح وندافع عنها الشعب ونحن يعني قوتنا معروفة قوات حماية الشعب يا بكي حاول بكل طرق بس ما أخذر ما طلع له صدينا بالعورد وبالجزيرة صدينا وفجرنا له دبابات ونحن يعني عدمنا يعني روحنا بيطلع بيدخلوا ع الشيخ مقصود إن شاء الله ما يبدخلوا أخواننا الأكراد رح يقاتلوا معنا مو بس بالشيخ مقصود وهذا الشي أنا رح أحكيه عنهم بالنيابة لأني أنا بعرف موقفهم بعرف شرفهم وبعرف وطنيتهم الشيهية وهنا من قبلنا معارضين للنظام من قبل العرب بكتير ومن قبل الماردل بكتير وهنا اللي أكتر ناس خسروا بسوريا ضد النظام رح يقاتلوا معنا بالسبيل وبالشيخ طاعة ولنحرر آخر قصر الجمهور إلى آخر معقل في بيت بشار الأسل هنا في حي الشيخ مقصود يقاتلوا عرب الجيش الحر مع أكراده مع لجان الحماية الشعبية الكردية مع القوات العسكرية الكردية سعين جميعهم لإعادة حق قد غصب من شعبهم وفي سبيل حريتهم وكرامتهم مؤية سلوم أوريانت نيوز من حي الشيخ مقصود في حلب ترجمة نانسي قنقر